السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجدي عبدالرازي استشاري أمراض معادية وجهاز هضمي وكبد أتشارف بوجود معكم موضوعنا النهاردة عن تورم الغدد الليمفاوية في الرعبة طبعاً في بعض الأحيان هذا الموضوع يقلق المريض ويبتدي يبحث عن ما هو سبب انتفاخ الغدد الليمفاوية في الرعبة الوضع يختلف في الأطفال أكثر من 90% أو 95% تبقى أسباب حميدة مثل التهابات الأسنان أو اللسى مثل التهابات الأزن الوسطى مثل التهابات الجيوب الأنفية أو التهابات في فروة الراس كل هذه أسباب تؤدي إلى تضخم وتورم الغدد الليمفاوية في الرعبة بالنسبة للقبار نقلق أكثر وخصوصاً فوق سنة الأربعين سنة خوفاً من حدوث أورام وبالتالي يجب أن نقوم بفحوصات وأشاعات لكي نعرف سبب هذا التورم مهم جداً أن نأخذ تاريخ مرضي من المريض نعرف هل هناك وجع في أذن أو لا هل هناك وجع في الأسنان أو اللسى أو لا مهم جداً أن نعرف هل هذا المريض لديه تاريخ مرضي بقحة هل تكون لها فترة طويلة أو لا؟ لأن أيضاً ميكروب الدرن يمكن أن يؤدي إلى تورم الغدد الليمفاوية في الرعبة أيضاً نسأل المريض إذا كان شاب إذا كان له علاقات جنسية خارج إطار الزواج لأن أيضاً مرض الزهري ومرض الأيدز أيضاً يعملوا تورم في الغدد الليمفاوية في الرعبة أيضاً نسأل إذا كان هناك آلام في المفاصل أو لا لأن أيضاً هناك بعض الأمراض التي نسميها أمراض المناعة الذاتية مثل زئب الحمراء ومرض الروماتويد أيضاً يعملوا تورم في الغدد الليمفاوية مهم جداً عندما نأخذ التاريخ المرضي نعرف إذا كان هناك خراج مؤلم قريب من الغدد الليمفاوية أو لا طبعاً نكشف على المريض ونرى هل الغدد الليمفاوية موجودة في جانب واحد من الرعبة أو في الجنبين وهل هي موجودة في الرعبة فقط أو تحت الإبط وأعلى الفخزين أيضاً أيضاً مهم جداً أن نعرف إذا كان هناك أي مشاكل أخرى عند المريض مثل هذا المريض يتعرق بالليل كثير هذا المريض يشعر بنقصان في الوزن مستمر هل يوجد ارتفاع في درجة الحرارة أو لا؟ كل هذه الأشياء مهمة وخصوصاً لو كان عنده أيضاً تضخم في الكبد أو في الطحال كل هذه الأشياء تفرق معنا في التشخيص لأننا نعرف أن هناك بعض الأورام مثل اللوكيميا وهي أورام خبيثة في الدم أو الليمفومة وهي أورام خبيثة في الغدد الليمفاوية نربط الأمور ببعضها ونعرف هل هناك تضخم في غدد الليمفاوية أخرى أو تضخم في الكبد أو في الطحال؟ طبعاً هذا المريض نتطمن أيضاً ونرى هل الغدد الليمفاوية الموجودة في الرأبة أقل من 2 سنتي أو لا؟ طبعاً كلما كانت أقل كلما كنا متطمنين كلما كانت مطاطية يكون أطمئنان أكثر بعكس لو كانت صلبة وثبتة لو كانت صلبة وثبتة وغير مقلمة هذه تقلقني وتجعلني أفكر أن هناك أورام وخصوصاً لو نعطينا مضادات حيوية وما استجابتش بل بالعكس زادت في كبر الحجم وخصوصاً لو كانت بقالها فترة طويلة أكثر من شهر أو شهرين طبعاً الدكتور يقيم حالة الغدد الليمفاوية ويبدأ يعمل تحليل نعمل سورة دم وظائف كبد وظائف كلا وظائف غدد دراقية لكي نعرف سبب تدخم الغدد الليمفاوية وأيضاً في بعض الأحيان نضطر أن نعمل أشعة تلفزيونية أو أشعة مقطعية أو رانيما ونطيس وبعض الأحيان نلجأ لمسح زري لكي نعرف إذا كان هناك نشاط ورم خبيث في الغدد الليمفاوية أو لا أيضاً في بعض الأحيان نضطر أن نعمل منظار على الحلق والبلعوم على أساس أن نرى إذا كان هناك أي التهابات أو وجود أورام بالداخل أو لا في بعض الأحيان نأخذ عينة من الغدد الليمفاوية ونفحصها تحت الميكروسكوب أو يمكن أن نستقصل الغدد الليمفاوية كلها طبعاً مهم جداً بالنسبة للحالات مثل هذه أن نشخص سبب تورم هذه الغدد في بعض الحالات تكون هناك غدد الليمفاوية موجودة في الجهة الأمامية من الرقبة وأيضاً من الجزء السفلي منها ناحية الجهة اليسرى طبعاً عندما نرى أن هناك غدد الليمفاوية وورمة في الجهة اليسرى من الأمام نهتم أكثر من أن يكون هناك ورم موجود في البطن أو في الحوض ومنتشر في الرعبة في الغدد الليمفاوية في الرعبة مهم جداً أيضاً أن نأخذ بالنا أن نعطي مضاد حيوي فترة كافية يعني على الأقل من 10 أيام يمكن أن نمتد لأكثر من أسبوعين طبعاً الدكتور هو الذي يحدد نوع المضاد الحيوي إذا كان أقراس أو حؤن ويحدد الفترة الزمنية المناسبة للمضاد الحيوي طبعاً هناك مرض أخرى أو أمراض أخرى متعددة مثل الساركويدوزيس مثلا الساركويدوزيس يكون غدد الليمفاوية موجودة داخل الصدر لكن ممكن أن نجد غدد الليمفاوية أيضاً موجودة في الرعبة وكما قلت لكم بالنسبة للغدد الليمفاوية ممكن أن أي التهاب بكتيري أو فيروسي في الأزن أو الأسنان أو في اللسى أو في الجيوب الأنفية أو مجرد التهابات في الشعب الهوائية ممكن أن تؤدي إلى تورم الغدد الليمفاوية في الرعبة أحب أن أطمن الناس أن أكثر من 90% أسباب حميدة لا تقلق خالص نحن فقط يتزداد الأهمية أهمية لو وجدنا هذا الغدد الليمفاوية ثابتة ليس متحركة أكثر من 2 سنتي فترة طويلة أكثر من شهر وفي نفس الوقت لا تستجيب للمضادات الحيوية وتبقى غير مؤلمة ساعتها نبدأ نقلق ونبدأ نفكر في الأورام أنا سأقوم برقم الواتسي لو هناك أي استفسارات أو تقارير طبية أهلا وسهلا بكم 02-010-27-28-4778 أشكركم جزيلا شكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته